نشرة أخبار الوكالة نيوز أهلا بكم تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس النواب وفي بداية الاجتماع وجه الوزير الشكري والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة مؤكدا أن النجاحات المتتالية التي تحققها مختلف أجهزة الوزارة تعد رسالة طمأنى للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد وهو مجزته ليقز الأمنية بنجاحها في تأمين عمليات انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 وكان موضع إشادة على مختلف المستويات وأمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وارتباك مروري على الطريق الصحراوي تعرضت أحياء الإسكندرية ومناطق متفرقة من المدينة لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بانقفاض طفيف في درجة الحرارة الصباح الخميس في بشهد طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي ارتباك مروريا شديدا بسبب تجمعات المياه وعلى الصعيد الدولي الأردن يسجل أكبر عدد يومي لإصابة كورونا منذ بدء الجائحة أعلن الأردن اليوم لأربعاء تسجيل 2648 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا وهو أكبر عدد يومي منذ بداية الجائحة وتواجه المملكة تفشيا كبيرا للفيروس في الأولنة الأخيرة ارتفعت خلاله الوفيات لثلاثة أمثالها في الأسبوعين الماضيين فقط وكورونا يسبب فجوة مالية هائلة في بريطانيا ثلث الأسر تعاني من انخفاض الداخل قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الأرقام الرسمية تكشف عن فجوة مالية هائلة في بريطانيا ناجمة عن أزمة وباء كورونا حيث تشهد واحدة من كل ثلاث أسر انخفاض الداخل وكان الشباب والسود والأسيويين والأقلية العرقية الأكثر تضرورا والصين تتواعد بالرد على صفقة مبيعات السلاح الأمريكية لتيوان قالت وزارة الخارجية الصينية الخميس أن موافقة الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة محتملة قيمتها بـ 1.8 من 10 مليار دولار لتيوان سيكون لها أثر كبير على العلاقات الصينية الأمريكية وعلى الصعيد الرياضي الزمالك ينتظر قرار الكاف بشأن مواجهة الرجاء المغربية حالة من التراقب الشديد تسيطر على الأجواء داخل نادي الزمالك وتحديدا فريق القرى لقرار الاتحاد الأفريقي كاف المقرر صدوره خلال ساعة بشأن مصير مباراة الزمالك وراجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل وستكهنات قوية بصدور قرار بتأجيل المباراة إلى الـ 31 من أكتوبر الجاري بسبب إصابة عدد من لعب الراجاء بالفيروس كورونا ومنتخب مصر يتراجع للمركز الثاني والخمسين في تصنيف فيفا وبلجيكا بالصدر تصدر المنتخب البلجيكي التصنيف الشهري الصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فيما جاءت فرنسا في المركز الثاني بقائمة التصنيف واحتل منتخب بلجيكا صدر التصنيف شهر أكتوبر من فيفا وجاء المنتخب الفرنسي وصيفا ثم البرازيل الثالثا وانجلترا رابعا ثم البرتغال في المركز الخامس والآن نختم بأهم أخبار المال والأعمال ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني والدنار الكويتي وتبين بباقي العملات اليوم الخميس تبينت أسعار العملات اليوم الخميس أمام الجنيه المصري مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء وفقا لآخر تحديثات لعدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلي المصري حيث استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري عند 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع إلى هنا وصلنا لنهاية نشرة الإخبارية يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد تطابط أوقاتكم